أشهد أن لا إله إلا الله من السؤال عن قسم العقيدة هو لا شك أن حق الله سبحانه وتعالى في توحيده وإفراده بالعبادة هو أعظم الحقوق وهو الذي من أجله أنزل الله كتبه وأرسل رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والقرآن لو شئت أن تقول هو قسم واحد وهو هذا القسم لصدقت وبرضت كل ما تجد في القرآن كله من أجل لا إله إلا الله ومن أجل بيان حق الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته لن تقلب صفحة في كتاب الله إلا وجدتها شاهدة على ذلك دالة عليه تقيم الحجج والأدلة على ثبوته لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته الإيمان بالله والتوحيد والإخلاص وإفراد الله بالعبادة اهتم به القرآن واعتنى به كتاب الله عز وجل حتى إنه استفتح السور به وختمها به هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وختم السور به كما سمعتم في الآيات من آخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا إجار عليه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وكذلك أيضا جعل السور كاملة في هذا الأمر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون كلها تدل على هذا الأصل وهو إفراد الله بالعبادة وإثبات الحق لله عز وجل في توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ونفي ذلك عما عداه وهو ما تشتمل عليه شهادة التوحيد من النفي والإثبات فالإثبات في قل هو الله أحد والنفي في قل يا أيها الكافرون فهذا الأصل أصل عظيم حتى القصص التي قصت في القرآن قصت من أجل لا إله إلا الله ولذلك تجدها تشتمل على تقرير التوكل على الله والإناب إلى الله في الصالحين والأنبياء وصفة الله من خلقه قصص القرآن تجدها تقوم على هذا الأصل العظيم لأنها إذا كانت عن عد صالح ومنح الله عليه وهو يتحدث عن منح الله عليه وجدته أسلم لربه واستسلم لخالقه سليمان يقول الله عنه حشرد سليمان جنوده من الجن هذا تحت الأرض والإنس فوق الأرض والطير بين السماء والأرض فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هل قال نحن كذا أو افتخر لا بمجرد أن سمع منها هذا الكلام إذا به يعظم ربه ويهاب خالقه ويخشاه فينظر أنه في نعمة عظيمة لا يستطيع شكرها ماذا قال قال الاعتراف بالنعمة لله ولذلك في المنح تجد الأنبياء معترفين منكسرين لرب العالمين هذا من فضل ربه تجده يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فالعبد ولقد آتينا داود وسليمان علمه وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هذه المنحة والنعم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض ختمت القصة ختمت بماذا بالتوحيد والإيمان فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين إذا كان هذا النبي الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم أبوه نبي وجده نبي سلالة الأنبياء يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم ارحم ضعفنا وكذلك تجد الخوف والخشية وتعظيم الله نوح عليه السلام لما قال له ربه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعبك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أي ألتجي إليك وأعتصم أن أسألك ما ليس به علم وإلا تغذر لي وترحمني أكم من الخاسرين قصص يغذي القلوب بالإيمان بالتوحيد هذه المنح والعطايا فإذا رأيت قصصهم في الشدائد والأهوال وجدت التسليم لذي العزة والجلال وتجد التوكل على الله صدق التوكل والإناب إليه سبحانه وتعالى فإبراهيم بين السماء والأرض ملقا على النار مقبل على الهلاك ومع ذلك لا يستغيث إلا بالله ولا يرجو إلا الله وقال بكل إيمان وصدق حسبي الله فقال الله من فوق سبع سماوات قلنا يا نار إذا قال ربك فلا أصدق منه قيل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أيوب يبتلى في جسده وماله وأهله وولده فتجد التسليم وتجد الإذعان وتجد الرضا بقضاء الله وقدره ثم بعد ذلك لما أصابه ما أصابه جاءه الإنعام إنا وجدناه صابرا النعم العبد إنه أواب أواب كثير الرجوع إلى الله فالذي يأتيها الفقر يأتيها الدين تأتيه الشدائد يضيق في ماله في أهله وولده وهو يقول يا رب يا رب يا رب أواب إلى ربه يرجع إلى الله ينيب إلى الله هكذا هم الأنبياء هكذا هم الصلحاء هكذا هم صفة الخلق ومن يغتدي بهم فكلها تدور على التوحيد تشيده وتدل عليه وتهدي إليه ولذلك لما ذكر ذنون وهو في الظلمات الثلاث نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له اللهم استجب لنا كما استجبت له اللهم استجب لنا كما استجبت له يا حي يا قيوم اللهم استجب لنا كما استجبت له ولأنبيائك وأصفيائك واجعلنا من حظ عبادك في كل خير عندك فاستجبنا له ونجيناه من الغم ماذا بعدها وكذلك ننجي المؤمنين ننجي الموحدين كل شيء في القرآن يدور حول الإيمان حول التوحيد حول الإخلاص فلما أسلم ابن فلذة كبد يضجعه ويضع السكين عليه ليذبحه تسليما وإذعانا لله توحيد قال هذا وكيف أذبح ولدي كيف أبدا تأتي تقول الزكاة مئة ألف في مالك مئة ألف من مالك ما فيه وهي دنيا حطام دنيا هذا ولده فلذة كبده يضجع ويضع السكين عليه حتى في بعض الأخبار قال يا أبا تكفني على وجهي حتى لا تدرك الشفقة فلما أسلم ذرية بعضها من بعض إمام توحيد وذرية توحيد قائمة على الإخلاص والإسلام قال تعالى فلما أسلم أي استسلم لله وانقاد إليه وأيقن به سبحانه وتله للجبين جاء الفرج وناديناه أي يا إبراهيم هذا كله بفضل الله كل ما تجد في القرآن يهديك إلى لا إله إلا الله تستشعر حال من ذكر الله في القرآن القصص العجيب للأنبياء ذكر كل شيء حتى قصة النمل ذكر قصة الطير لكن من أجل ماذا؟ من أجل أنها قصة؟ لا من أجل التوحيد ماليا لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكم يغار على التوحيد قصص هذا ما هو؟ ولذلك من جمال هذا يكفيك في هذا القصص أنه قصه رب العالمين ما أجمل القصة إذا قصها ملك الملوك وإله الأولين والآخرين نحن نقص عليك أحسن القصص ما أجمل القصة إذا قصها من يقص الحق وهو خير الفاصلين الله أكبر ما تمل الآذام من سماعها ولا تشبع القلوب والأفئدة الطاهرة المؤمنة الموقنة من دلائل التوحيد التي فيها وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم عش مع هذه الأسرة وكأنك أمام أب تبيض عيناه من الحزن على فراق ابنه ومع ذلك ما يأس من ربه ولا يأس من روحه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف هذه الكلمات في القصة اختارها الله سبحانه وتعالى فيها معاني ليست كما يظهر للناس معاني أهل القصة يعرفونها أن تجعل الذي يسمع القصة يستشعر حالا لما قالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين المراد أن يبين لك الله الحال الذي فيه يعقوب بشهادة أبنائه وفلذات كبدي أن هذا الحزن الذي أصابك ماذا قال بعدها لأن قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون لن أكون من الهالكين لأن معي ربي سيهدين ووقف موسى عليه السلام أمام البحر وفرعون وراءه بجنوده المتلاطمة أبو أجل بحر المتلاطمة والعدو من ورائه قال أصحاب موسى ما قال بعضهم قال أكأنهم كلهم تكلم لأن هذا كان في نفوس الجميع قال أصحاب موسى إن بالتوكيد لابد ركون التعبير بالإدراك لأنك إذا أدركت طلبت شيئا وأدركته وأدركته واللام ثم يقول كلا إن معي ربي سيهدين لأنك تقرأ سورة الكهف ويقرأ العبد سورة الكهف قال ربنا موسى وهر إن أنا خاف أن يفرط علينا أو يطى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فلما وقف أمام البحر ما أفكر في البحر ولا أرى من وراءه قال كلا ما يدركنا لا فرعون وغيره إن بصيغة معي معي لأنه قال إنني معكما أسمع وأرى الذي يقرأ القرآن ويقرأ القصص ويعيها ويفهمها لما تجد هذا الحوار في وحي الله لنبيه موسى وأنبيائه تتأمل أنت أمام خطاب هو أفضل خطاب أمام كلمات عظيمة من رب عظيم وهذه هي المعاني الجليلة التي تغذي قلوب الموحدين والمؤمنين والموقنين وهذا فضل من رب العالمين القرآن كله يدور حول توحيد الله وإفراده بالعبادة بالإخلاص وجده ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة